في ميزان الرضا من الصعب أن تقنع العراقي بمزاجه العالي بأية حكومات متعاقبة منذ العام 2003 تماما كالشاي العراقي الذي يعدل مزاج العراقيين لكن حسابات المصالح ونفوذ السيطرة وضرب من الفساد والحروب هي التي جعلت قبول حكومة عن غيرها في حسبان العراقي مؤشر تفاؤل أو تذمر فيما يحمل الكاظمي المسؤولية بعد غليان الشارع العراقي الذي طفق به الحال ذرعا وبات يطالب بالحرية والعيش الكريمة الإجابة على تساؤل انطرحته مقالة في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية عن مدى حرص الأحزاب وتحالفات السياسية على الإمساك بفرصة ذهبية تفتح الطريقة أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمضي قدما نحو تحقيق الأمال إجابة متوفرة في أجندة الرجل المتعدد المهام القوة السياسية المتصدية الآن عليها أن تفكر نريد أن نعطيهم فرصة حتى لا نخذ في الدماء لأن النتيجة سيكون هناك انتفاضة وربما تقود إلى فوضى في البلد وبالتالي ليس هم فقط الذين يحترقون يحترق الزين والمزين الأخضر واليابس سيحتقون في هذه العملية نريد أن يتمنى عليهم أن يعيدوا النظر لكي يخففوا الخسائر التي تقع عليهم وعلى غيرهم وعلى بلدهم حيث يؤكد تحالف سائرون مؤخرا دعمه لخطوة الكاظم في محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات إذ يرون أن حكومته تسير تجاه تلبية مطالب المتظاهرين التي يأتي على رأسها إجراء انتخابات نزيهة مجلس الوزراء قدم أيضا قرارات جديدة تضع منهجية لمعالجة موضوع المنافذ الحدودية وتعظيم الإيرادات وبدء الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة وفي الوزرات وهذا ما يروي عطش الجمهور العراقي على امتداده اشتركوا في القناة